موسيقى من الميادين أهلا بكم وإلى العناوين محتجون العراقيون يقطعون طرقا في كربلاء والسلطات القضائية تعلن الإفراج عن أكثر من 2600 محتجز من المتظاهرين معلومات للميادين عن تثبيت موعد استشارات التكليف في لبنان غدا والتوافق على تسمية سمير الخطيب لتأليف الحكومة من قبل معظم الكتال روحاني يؤكد أن الموازنة مصممة لمقاومة العقوبات الأمريكية عبر تقليص الاعتماد على النفط ويعلن عن زيادة لرواتب موظفي القطاع العام عالم الأحياء الإيراني مسعود سليماني يكشف تفاصيل احتجازه أبلغت الأمريكيين حاجة مرض بلادي لي من أجل علاجهم فردوا فليموتوا الأسيرة شهيدة سامي أبو دياكي وارا في ثر الأردن بعد رفض الاحتلال لتسليم جثماني لعائلته ودفن في مصخة رأسه في جنيل الإدعاء العام الجزاري يطلب سجن عشرين عاما لرئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيا وعبد الملك السلام أهلا بكم نبدأ من العراق حيث تتسارع تطورات الميدانية والسياسية المزيد من التفاصيل حول هذه التطورات وافينا بها ومفدنا إلى بغداد عبد الرحمن عز الدين أهلا بك عبد الرحمن وإليك شكرا لك رانا أهلا بكم مشاهدين الأعزاء إلى هذه النافذة المباشرة من العاصمة العراقية بغداد أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق الإفراج عن أكثر من 2600 موقوف من المتظاهرين فيما أبقت السلطات على 181 موقوفا وتواصلت التظاهرات في مناطق مختلفة حيث قطع محتجون طرقا رئيسية في مركز محافظة كربلاء كما أغلق أخرون مبنى ديوان الوقف الشيعي والوقف السني وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل وفي النجف أعلن المحافظ أن الطائرة المسيرة التي استهدفت مقر زعيم التيار الصدري مقتضى صدر جاءت من حدود المحافظة الشمالية للحديث أكثر مشاهدين حول آخر وأبرز التطورات في العراق ينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد مراسل الميادين محمد الفهد أهلا بك محمد كيف يبدو المشهد على مستوى التظاهرات والتحركات خاصة في العاصمة العراقية بغداد خاصة بعد التطورات التي شهدها ليل أول من أمس كيف يبدو المشهد في العاصمة العراقية في الخلاني في ساحة تحرير وأيضا في الجسور الثلاثة من خلفك وأيضا مدع المحافظات الجنوبية واستحاديت عن قطع طرقات في كربلاء نعم عبد الرحمن العاصمة العراقية تسجل هدوان تاما في ساحات التظاهر في ساحة التحرير وكذلك الخلاني وفي مرآب السنك وبداية الجسور الثلاثة الجمهورية السنك الأحرار هذا الهدوء التام كان قد سبقته إجراءات من قبل قيادة عمليات بغداد وبالتنسيق مع بعض المشرفين على التظاهرات أو بعض الشباب في التظاهرات من أجل منع تكرار الحوادث وكذلك منع الاعتداء على المتظاهرين من خلال فسح المجال لقوات الجيش العراقي التي عادت انتشارها في ساحة الخلاني والسنك لحماية المتظاهرين وهذا التحول جاء عقب الأحداث التي شهدها السنك قبل يومين وبحسب المتظاهرين بأن هذا الإجراء يعد ربما رسالة اطمئنان للمتظاهرين وحماية لهم بعد أن ربما يتزايد التهديد أو محاولة بعض الجماعات من داخل التظاهرات الاعتداء على المتظاهرين أو الاعتداء على القوات الأمنية وتاليا هو انتقال إلى مرحلة متقدمة من سلمية التظاهرات ومن حمايتها ومن منع ربما انحرافها نحو الصدام ولسيما أن الصدام كان متركز في شارع الرشيد باتجاه البنك المركز العراقي بين مجموعة من المتظاهرين وبين قوات مكافحة الشغب الآن هذه الصورة اختفت تماما بعد قيام مجموعة من الشباب المتطوعين بعمليات تنظيف وإعادة ترميم في شارع الرشيد وكذلك غياب للتصادم وأيضا انتشار صور متداولة من قبل المتظاهرين عن تعاون وعن التقاء ما بين المتظاهرين وما بين القوات التي تمسك بالحاجز القريب من مبنى البنك المركزي العراقية في المحافظات الجنوبية الوضع على حاله في محافظة ذيقار التي تشهد تظاهرات كبيرة في ساحة الحبوبي وبتأمين من قبل قيادة الشرطة والعشائر وكذلك هناك تنسيق عالي بين الطرفين لم تسجل أي حوادث ولا أي احتكاك حتى هذه اللحظة المتظاهرون يرفعون المطالب حتى الآن ومستقرين في ساحة الحبوبي وكذلك في البصرة وفي النجف أيضا هدوء تام في المحافظة مع استمرار التظاهرات في ساحة الصادرين وتأمينها من قبل القوات الأمنية وكذلك من قبل العشائر في كربلاء استجد أن هناك مجموعة من المتظاهرين قاموا بقطع طرق رئيسة في المحافظة وأغلقوا باب جامعة كربلاء أيضا حصل حادث استهدف أحد لساتذ الجامعيين بعبوة لاصقة في سيارته ما أدى إلى إصابته بجروح هذه أبرز تطورات في محافظة كربلاء أما في الحلة أغلق المتظاهرون مباني الوقفين الشيعي والسني في المحافظة مع استمرار أيضا التظاهرات في ساحاتها وفي ساحة الساعة في الديوانية أيضا يستمر المتظاهرون بالتجمع هناك وعلى ما يبدو عبد الرحمن أن التنسيق والتعاون مع قوات الأمن ربما هو الأعلى في هذا التوقيت مع القوات المحلية ولسيما قوات الشرطة بعد حوارات وتفاهم مع المتظاهرين وقوات الشرطة والصوت العالي لبعض المتظاهرين الذين يرفضون الاعتداء على الأموال العامة أو الاهتكاك مع قوات الأمن وكذلك إيمان مجموعة كبيرة من المتظاهرين بأن السلمية هي طريق ربما الأسلم للوصول إلى مطالبهم لذلك فسح المجال لهذه القوات وأبعدت القوات التي يرى فيها المتظاهرون ربما حالة من التشنج هذا بالنسبة للأجواء في مختلف المناطق كما نقلتها لنا خاصة فيما يخص التظاهرات والاحتجاجات ماذا عن الموضوع السياسي خاصة أن البحث الآن يتركز حول رئيس حكومة جديد خلافا لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي هل هناك من مستجدات وماذا أيضا عن جلسة مجلس النواب المقررة غدا يعني على المستوى السياسي وعلى ما يبدو حتى اللحظة أن الكتل السياسية تبحث عن مخرج لهذه الأزمة ومخرج لتلافي الدخول في المحظور الدستوري لاعتبار أن العد التنازلي قد بدأ للمهلة الدستورية بتكليف رئيس الوزراء وهي 15 يوما لم يبقى من هذه المهلة ربما غير أسبوع أو أكثر من ذلك بقليل وتاليا الكتل السياسية الآن ربما هي بيدها المبادرة من خلال تسمية شخصيات مستقلة أو شخصيات تلقى مقبولية لدى الطيف السياسي لكن العقدة الأكبر هي لدى مقبولية الشارع الذي لا يقبل بأي شخصية ربما تنبثق من البيت السياسي أو مشتغلة في العمل السياسي منذ العام 2003 وحتى هذه اللحظة بمختلف عنوينها حتى وإن كانت مستقلة وهذه العقدة ربما البحث عن هذه النقطة التي تلقى مقبولية من الشارع بمجرد ما تلقى شخصية معينة مقبولية لدى الشارع ولدى أيضا الأفريقاء فستنبثق ويتم تسميتها الحراك جاري واللقاءات على مستوى الزعامات وعلى مستوى القيادات جارية في بغداد على قدم وساق وباستمرار ربما للبحث عن المخرج قبل انتهاء هذه المهلة وأيضا البرلمان العراقي ماضي بالتشريعات وعلى رأسها قانون المفوضية مفوضية الانتخابات الذي استكمل التصويت عليه وأيضا بانتظار التصويت النهائي على قانون الانتخابات وكذلك بعض التشريعات الأخرى الجلسة في البرلمان أيضا لم يعلن عن جدول أعمالها حتى اللحظة لكن هي بالطبع هي ستقوم بمناقشة التشريعات والقوانين الهامة والتي تحمل أولوية للشارع العراقي وهو عمل السلطة التشريعية أو التشريعية عفوا في هذا التوقيت مع استمرار الحكومة بتصريف الأعمال اليومية العقدة الأبرز هو البحث عن الشخصية التي ستكون مفتاح الحل الأزمة العراقية وحتى هذه اللحظة تبدو الصورة الضبابية في المشهد العراقي شكرا جزيلا لك محمد فهد مراسل ميدين في العاصمة العراقية بغداد على كل هذه المعلومات والتفاصيل وفي النجف مشاهدين أعلن المحافظ أن الطائرة المسيارة التي استهدفت مقر زعيم التيار الصدري سيد مقتد الصدر جاءت من حدود المحافظة الشمالية فيما لفت رئيس اللجنة الأمنية إلى أن هذه الطائرة كانت محملة بمادة التين تي شديدة الانفجار عبدالله بدرا يتصاعد إيقاع ضغط واشنطن على العراق وباختلاف الأساليب الأمريكية في الضغط تختلف أدواته بالنسبة للأمريكيين فإن ساحة الحراك والاحتجاج في العراق أم كان اختراقها لجهة فساد مستحكم في الطبقة السياسية الحاكمة متنوع الأشكال والأحجام ومضى المخطط قدم ثم أضيف إلى أدوات الضغط الأمريكي في العراق الاستثمار في النزعة الانفصالية شمالا والنشاط الذي دب في خلايا داعش التي تركت منتدبة بعد التحرير ومع تحرك المرجعية الدينية ومتابعتها لتطورات التظاهرات وحرصها على تقديم الحلول ضمن نطاق من السلم تمرر من خلاله إرادة العراقيين ولا يطاح النظام العام وكيان الدولة بدأ أن الأزمة العراقية مسيطر عليها بأيد عراقية بيضاء هنا بالتحديد أخذ الضغط الأمريكي بالتزايد ولئن تمت مواجهة هذا الصلف الأمريكي واستيعاب هجومه الأول وتفتح الوعي العراقي إلا إن الكف عن المحاولة قرار لم يتخذه الأمريكيون بعد فإلى الشمال من العراق تتحرك زعامات كردية منفردة بالتنسيق مع الإماراتيين وتتسلم شحنة ضخمة من الأسلحة من دون أن يعرف من هو المستخدم الأخير للحمولة ويرى كثيرون أنها قد تكون جزءا من الاستعداد لخلق أمر واقع في كاركوك استغلالا للوضع المضطرب في الوسط والجنوب وقد يكون في شق آخر إخلاقا لتركيا أردوغان الحليفة لقطر ويندرج تحت بند فصول المؤامرة تعرض المحتجين في ساحة الخلان ببغداد لإطلاق نار أوقع شهداء وجرحى أريد له أن يفهم أنه بلمسات فصائلية ثم تعرض مقر إقامة السيد مقتدى الصدر لقصف بطائرة مسيرة يقرأه المراقبون أنه يمكن أن يكون ترهيبا للقادة العراقيين وإشعارا لهم أنهم في حالة استهداف مستمرة وقد يقول حكما بأنه اختبار لردة الفعل فيما لو قام عملاء أمريكا أو مشغلوهم باختيال شخصية سياسية أو دينية كبيرة لتفجير الأوضاع وإقحام العراق في حلبة تناحر دام تقود إلى التمزيق الذي هو الهدف منذ البداية أبدالله بدران بغداد الميادين وإلى هنا المشاهدين نصل للختم هذه النافذة المباشرة من العاصمة العراقية بغداد أما الآن فنعود إياكم إلى استوديوهات الميادين والزميلة رانا أبي جمع إليك رانا شكرا لك عبد الرحمن إلى لبنان حيث أفاد مراسل الميادين بأن الاستشارات النيابية لتسمية شخصية لتأليف الحكومة ستجرى في موعدها المقرر غدا واتحدث مراسلنا عن توافق على تسمية سامير الخطيب لتأليف الحكومة من قبل معظم الكتال النيابية باستثناء كتلة القوات ولفت إلى أن الجيش أعد خطة وتدبير استثنائية لضمان عدم قطع الطرق المؤدية إلى القصر الجمهوري بعد أن دعت مجموعات إلى التظاهر ومنع النواب من الوصول ومعنا من بيروت مراسل الميادين عباسة الصباغ عباسة أهلا بك قبل أن أسألك عن التحركات في الشارع أسمح لي أن أسألك عن إن كان هناك من معلومات أو معطيات إضافية فيما خاصة الاستشارات النيابية غدا نعم رأنا في هذه الأثناء يلتقي المرشح الأوفر حضر حتى اللحظة سامير الخطيب مفتي الجمهورية الليبنانية الشيخ عبداللطيف داريان ويتوقع صدور موقف لافت من دار الفتوى بعد هذا اللقاء عاد أنه علمنا بأن المرشح الخطيب سيزور أيضا رئيس حكومة تصريف العمال سعد الحريري إضافة لأن الكتل النيابية ستعقد اجتماعات مساء اليوم لتحديد موقفها النهائي وتحديدا نتحدث عن كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور وليد جمبلات التي ستحدد موقفها من الاستشارة النيابية ولذلك في اجتماع يعقد في السادسة من مساء اليوم أيضا كتلة اللقاء التشاوري ستعقد اجتماعا مساء هذا اليوم كان من المفترض أن تعقد كتلة المستقبل اجتماعا استثنائيا إلا أنه حتى اللحظة لم يتبلغ النواب موعد هذا الاجتماع أما في الإجمال فأن الكتل التي تواصلنا معها أكدت بأنها ستذهب إلى الاستشارات النيابية وستسمي المرشح سمير الخطيب الشخصية التي سيتم تكتيفها تأليف الحكومة ما لم يطرأ جديد أو تحول الإجراءات أو تحول التحركات الميدانية في الشارع من قطع طرقات ومشاكل بأن تمنع النواب من الوصول إلى القصر الرئاسي في بعضها لذلك سأسأل نعم وأنت تتحدث عن هذه الجزئية بتحديد الدعبة سأسمح لي أن أسأل عن الخطط الأمنية الموضوعة في هذا الإطار وأيضا عن تحركات اليوم يعني هناك دعوات متناقضة من الحراك بالنسبة لقطع الطرقات فهناك دعوات لقطع الطرق وهناك دعوات لعدم قطع الطرق حتى اللحظة لم تتضح أي كفة ستميل لكن هناك بالتأكيد تحركات ميدانية للحراك باتجاه منازل النواب لثانيهن عن تسمية الخطيب لكن الموقف الذي سيصدر عن دار الفتوى هو موقف بالغ الأهمية وبالتالي سيرسم ملامح المرحلة المقبلة ومستقبل المرشح سمير الخطيب أما بالنسبة للإجراءات الأمنية فقد علمنا من مصادر أمنية بأن الجيش اللبناني سيبدأ تدائم منتصف هذه الليلة تنفيذ إجراءات أمنية مشددة طبعا مع القوى الأمنية الأخرى التي ستحول دون نجاح أو دون قطع الطرقات طبعا هذه الإجراءات ستكون عرضة للتبدل أو للتغيير طبعا لحجم المتظاهرين ما إذا كانوا فعلا سيقطعون الطرق المؤدية إلى القصر الرئاس لكن أعيد وأكرر بأن كل شيء مرهون بالموقف الذي سيصدر عن دار الفتوى وأيضا عن بعض الكتل وإن كان عددها ليس بالكبير ومتالي لا يؤثر على ميزان القوى لدينا في البرلمان اللبناني هناك غالبية نيابية تؤيد سمير الخطيب طبعا هي تؤيد عودة سعد الحريري أو من يسميه سعد الحريري لرئاس الحكومة حتى اللحظة الاستشارات في مقعدها والخطيب لا يزال مرشحا للغالبية النيابية إضافة إلى الدعم الذي طلقاه من الرئيس سعد الحريري عندما أعلن قبل أيام بأنه يدعم المرشح الخطيب لتأليف الحكومة العتيدة شكرا جزيلا لك عباس الصباغ مراسلنا كنت معنا من بيروت على كل هذه المعلومات شكرا لك إلى إيران حيث أكد الرئيس حسن روحاني أن بلادها أحبطت مخطط العداء لكسر اقتصادها وقال إن موازنة الدولة مصممة لمقاومة العقوبات الأمريكية عبر تقليص الاعتماد على النفط روحاني وخلال تقديم ميزانية العام الجديد لمجلس الشورى لفت إلى أن الميزانية الجديدة تؤكد أنه يمكن إدارة البلاد رغم العقوبات وأن إيران تشهد موانا اقتصاديا في مجالات عديدة وعلن روحاني في كلمته عن زيادة بنسبة 15% لرواتب موظفي القطاع العام في بلاده ميزانيتنا هي ميزانية مقاومة ميزانية صمود ومقاومة أمام العقوبات مع هذه الميزانية نعلن أمام العالم أننا سنستمر في إدارة البلاد ولسيما من حيث النفط ضمن الظروف الحالية توقعاتنا لا ترتكز على النفط والدخل المتوقع من إيرادة النفط هو مساوى للدخل المتوقع من قطاع العمران وإذا لم تتحقق توقعاتنا فإن قطاع العمران سيتقدم على النفط ونبقى في إيران حيث كشف عالم الأحياء مسعود سليماني الذي أفرجت عنه واشنطن في عملية تبادل مع تهران أنه تم التعامل معه بشكل وصفه بالدنيئ العالم الإيراني وبعيد وصوله إلى تهران مساء أمس نقل عن المحاققين الأمريكيين وصفهم لهب الإرهابي واتهام بعزم القيامة بعملية تفجيرية في الولايات المتحدة ولفت إلى أن الهدف من هذه الاتهامات هو إبعاد بقية السجناء عنه وأشار العالم الإيراني المحرر إلى أنه قال للأمريكيين إن الكثيرين من المرضى ينتظرون عودتها لعلاجهم فردوا عليه بالقول فليموتوا إنهم صفهاء لدرجة أنهم عندما قادون إلى السجن قالوا للسجناء إنه إرهابي جاء إلى أمريكا للقيام بعملية تفجيرية وقد اعتقلناه حتى لا يقترب من السجناء بعد قليل أخبرني السجناء أنني لا أبدو إرهابيا وهم دنيئون لدرجة أنني عندما أخبرتهم أنه لدي مرضى بحاجة للإنقاذ في إيران أجابوا دعهم يموتون ما المشكلة؟ العالم الإيراني المحرر لفت لأن مشكلة أمريكا الأساسية هي أنها لا تريد لإيران تحقيق التطور والتقدم العلمي وتخشى من امتلاك إيران العلم مضيفا أنه لذلك يجب أن تعمل طهران على تقوية أبحاثها العلمية ربما يكون تطورنا العلمي السبب الرئيسي وراء عداء الولايات المتحدة تجاهه وتجاه العلماء الآخرين الذين لا يزالون في مشكلة هناك إنهم خائفون من علمنا وهذا هو سبب رئيسي في تقوية قدراتنا العلمية على قدر الإمكان وزير الخارجي الإيراني محمد جوازاريف قال إن القوات الأمريكية اختطفت العالم الإيراني بعدما منح تأشيرة ودعوه لإجراء البحث العلمية في أهم المعاهد العلمية الأمريكية من خلال تبادل سجين أمريكي تم سجنه في إيران بدهمة تجسس وعاد إلى الولايات المتحدة على أساس الرحمة الإسلامية في المقابل عودة لبروفيسير الإيراني هذا يدل على حقد الأمريكيين بسبب الأمور العلمية إنهم خائفون من معرفتنا إنهم ليسوا خائفين من أي شيء آخر لذلك علينا أن نمكن أنفسنا في العلوم قدر المستطاع على الرغم من أعدائنا من جهات شكر الرئيس الأمريكي دون ترامب إيران على إجرائها ما وصفها بمفاوضات منصفة جدا لتبادل المعتقلين وراءنا ذلك قد يشكل خطوة يمكن البناء عليها لتوصل إلى اتفاق مع تهران نحن سعداء جدا بعودة مواطننا أعتقد أنه أمر عظيم بالنسبة لإيران أمر عظيم أنه بإمكاننا فعل شيء ربما يكون هذا بمثابة مقدمة لما يمكن القيام به لاحقا ترامب في تصريح آخر ومناقض كليا جدد دعمه لما وصفه بانتفاضة الشعب الإيراني وذلك خلال خطاب له في القمة السنوية للمجلس الإسرائيلي الأمريكي في الأسبوع الأخير رأينا الشعب الإيراني ينطفد لاستعادة القدر النبيل لأمته ردا عليه قتلت الدكتاتورية المئات وربما الألاف من هؤلاء الناس ربما الألاف تعلمون أنهم أوقفوا الانترنت لا يوجد انترنت ليس هناك شكل من أشكال التواصل أعتقد أن الألاف من الناس قد قتلوا تم القبض على ألاف الناس ستقف أمريكا دائما مع الشعب الإيراني في نضاله المحق من أجل الحرية وفي شأن الفلسطيني قال ترامب أن أصعب ما يمكن تحقيقه هو السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين مشيرا إلى أنه في حال لم يتمكن جاريت كوشنر من تحقيق ذلك فهذا يعني أن الأمر مستحيل ترامب كرر خلال مؤتمر المجلس الإسرائيلي الأمريكي المنعقد في هوليوود المقولة الأمريكية بحق إسرائيل فيما أوصف بالدفاع عن نفسها وتوعد الفلسطينيين بعدم إعادة المساعدات التي كانت تقدمها بلاده إليهم مضيفا كيف سنتفاوض مع الفلسطينيين ونحن نمنحهم المال اتهم رئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بتجاول تنفيذ التزاماتها بحسب الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين عباس ولد استقبالها في مدينة رامالله المبوث الصيني الجديد لعملية تسوية حذر من أن ممارسات إسرائيل ستنهي كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل بدورها أكد المسؤول الصيني موقف بلاده الثابت والدائم الداعم للحقوق الفلسطينية يواصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل نيا زيارته إلى تركيا على رأس وفد من الحركة في إطار جولة خارجية الأولى له منذ انتخاب رئيسا للمكتب السياسي لحماس هنيا الذي زار القاهرة عقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية وتركز النقاش حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وفق بيان حماس بعد أسبوعين من قرار إغلاق مكاتب تلفزيون فلسطين في القدس الاحتلال يعتقل أربعة من الصحفيين ويمنعهم من العمل تقرير هناء محميد كانت هذه آخر رسالة مباشرة على الهواء لمراسلة تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة قبل اعتقالها بلحظات أربعة صحفيين في برنامج صباح الخير يا قدس بينهم المقدمة أوقفوا خلال بث البرنامج واقتيدوا للتحقيقي الذي انتهى بعد ساعات بإفراج مشروط تهملت توجهت إلنا المس بالسيادة الإسرائيلية وكسر قرار أردان القاضي بإغلاق مكاتبنا وتعليق نشاطاتنا في القدس لمدة ستة أشهر أنا هلأ فقدت شغلي بقرار من حكومة الاحتلال حتى تم منعنا عن العمل نهائيا مع تلفزيون فلسطين داخل حدود ما تسمى إسرائيل يعني الحالة اللي احنا وصلينها الجريمة هي الصحافة تعتبر جريمة في دولة الاحتلال التحقيقات مع الصحفيين تمحورت حول المصطلحات الإعلامية في تغطياتهم كمحاولة لدمغها بتحريض أبرزها التعبير عن أن القدس هي مدينة محتلة ووصف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بأنها اقتحامات بدلا من تسميتها زيارات الملاحقة هي عمليا صراع سياسي يقوده أردان وزير الأمن الداخلي يصدر أوامر بإغلاق مؤسسات فلسطينية مقدسية تعمل في شرقي القدس لغرض أو بهدف تفريغ القدس من مؤسسات فلسطينية مقدسية وطبعا تهويد القدس وإتباعها للقانون الإسرائيلي ملاحقة الإعلام الفلسطيني والعربي سياسة إسرائيلية ممنهجة لممارسة الترهيب وتكميم الأفواه وحجب صورة الواقع الفلسطيني المريري في ظل الاحتلال فخلال العام الجاري تجاوزت أعداد الانتهاكات في القدس وحدها 120 انتهاكا بحسب نقابة الصحافيين الفلسطينيين ناهيك عن الاعتداءات الوحشية في الضفة وغزة تتكشف حقيقة الوجه الديمقراطي المزيف لإسرائيل كلما ازدادت ممارساتها القمعية التي لا تستثني أحدا من الفلسطينيين هي حقيقة الاحتلال من دون رتوش أو أقنعة هنا محميد القدس المحتلة الميادين يسود الهدوء الحذر قطاع غزة بعد غارات إسرائيلية استادفت مواقع للمقاومة شامال القطاع ليلا وفق مراسلنا ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في حركة حماس أن الغارات استادفت موقعين في شمال غزة لكتاب القسام إضافة لعدة غارات على موقع غرب القطاع إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال عن اعتراض صاروخين أطلقا فوق مستوطنة سيديروت فيما سقط صاروخ ثالث في منطقة مفتوحة في الأردن شيع اليوم جثمان الشهيد سامي أبو دياك بعد أن سلمت سلطات الاحتلال إلى السلطات الأردنية ووريا جثمان الشهيد الثرى في مقبرة سويلة نادي الأسير كان قد قال أن سلطات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد أبو دياك ورفضت تسليم لعائلته ودفنه في مسقط رأسه في بلدته سيلة الظهر قضى جنينة وذلك بعد أن رفضت سابقا طلبها بالإفراج عنه رغم تايقونها من أنه وصل إلى ساعاته الأخيرة هذا وقد ألقت والدة الشهيد النظرة الأخيرة على جثمان ولتها الله أكبر الله أكبر وما بدنا الأسراب أكبر الله أكبر على الظالم الله أكبر على الظالم الله أكبر على الظالم لا يمشح لا يمشح في سياقنا متصلة فدت هيئة وشؤون الأسرى والمحررين أن إدارة السجون الاحتلال الإسرائيلي تفاقم من سياسة التضييق على الأسرى أليه أكدت أن إدارة سجن عفر تمنع الأسرى من أبرز حقوقهم الإنسانية كوسيلة من وسائل العقاب الجماعية يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الأسرى رفضهم لسياسات الاحتلال غير المبررة وأكدوا التصدي لها للحيلولة دون تنفيذها فاصل ونواصل أهلا بكم من جديد إلى اليمن حيث حذر وزير الدفاع في حكومة صنعاء دول التحالف السعودي من أنها ستندم في حال عدم استغلالها فرصة قبول المبادر التي تقدمت بها الصنعاء قرأ في تصريح لصحيفة المسيرة أن القوات المسلحة ما زالت ترصد ما وصفه بالنشاط التأمري للقوات الإماراتية في بلاده وأكد أنه سيتي اليوم الذي ستعلن فيه صنعاء أن أجواء اليمن أصبحت محرمة على طائرات العدوان ألفت لأن إسرائيل شاركتها منذ اليوم الأول ولا تزال في العدوان مضيفا نمتلك بنك أهداف عسكرية بحرية وبرية للعدو الإسرائيلي ولن نتردد ثانية واحدة في تدميرها إذا اتخذ القرار من جهة نفع عضو المجلس السياسي العالي في اليمن محمد علي الحوثي صحة الإدعاءات الأمريكية بضبط سفينة إيرانية تحمل أجزاء من الصواريخ قرب اليمن وحذر الحوثي السعودية والإمارات من أن عدم وقفهما وقفهما العدوان على اليمن سيؤدي إلى ميمة بواسطة القوات الصاروخية والطائرات المسيرة ما بتدخل لنا سفينة تحمل النفط ما بقى لكم سفينة تحمل الصواريخ ولا بتدخل لنا سفينة تحمل الدواء ما بقى لكم سفينة تحمل الصواريخ ولا دخلت لنا حتى سفن القمح تم إيقافها في 2015 حتى تدخلت جمعية القمحة العالمية للإفراج عنهم فهذا هو محظ افتراء وكذب غير صحيح إنما الصحيح هو تغضي على تسليم السلاح الأمريكي للسعوديين أمام الديمقراطيين الذين يتربصون بالجمهوريين في انتخاباتهم القادمة بسبب دعمهم ألا محدود للحرب على اليمن في مجال آخر وصف رئيس اللجنة الثورية العالية في حركة أنصر الله محمد الحوثي تصريحات رئيس الوزراء السوداني عبد الملك حمدوك الأخيرة بشأن سحب قوات بلاده من اليمن بتصريحات الإيشابية وفي تغريدة سنلا على تويتر قال الحوثي إن إعادة القوات السودانية يلبي ما يتطلع إليه أحرار السودان ويحقن الديماء شهدت مدينة عدن ثلاثة عمليات اغتيال في تجدد لمسلسل الاغتيالات التي تشهدها المدينة منذ فترة مصادر أعلامية أفادت باغتيال مجند في خفر السواحل من قبل مسلح مجهول في سوق الحجاز بمدرية المنصورة وفي السياق ذاتها اغتال مسلحون ضابطا تابعا لقوات الحزام الأمنية فيما قالت مصادر عالمية إن مسلحين أطلقوا النار على العقيد محمد صالح الردفاني أمام منزله بحي المنصورة طلب الإدعاء العام الجزاري التماسا بالسجن لمدة عشرين سنة ضد كل من رئيسي الحكومة السابقين أحمد ويحيا وعبد المالك سلالة خلال المحاكمة التمس الإدعاء السجن لمدة خمسة عشر عاما لوزيري الصناعة السابقين نوسف يوسفي ومحجوب بدة وعشرين سنة لعبد السلام بشارب فيما طلب السجن لمدة عشر سنوات ضد وزير النقل السابق عبدالغاني زعلان وولية ولاية بومرداس نورية زرهوني ومعنى من الجزائر موفد الميادين إلى هناك عماد اشتارى عماد أهلا بك لو تضعنا في آخر تطورات الجزائرية وتحديدا طلبت الالتماس هذه نعم نبدأ من حيث تفضلت خبر المحاكمة والالتماسات بالأحكام التي تتراوح بين عشرين سنة وعشر سنوات نتحدث عن عشرين سنة لعبد الملك سلال وأحمد بو يحيا مطالبة أيضا بإصدار مذكرة توقيف دولية في حق وزير صناعة السابق عبد السلام بو شوارب هنا هذه المحاكمة دعنا نقول بأنها تجري في إطار متابعة واهتمام كبير من الشارع الجزائري قد تفوق ربما اهتمامهم بمجريات الحملات الانتخابية هناك رغبة من الشارع الجزائري في استصدار أحكام قاسية في حق من يصفها بالعصابة عصابة الفساد التي استأثرت بالحكم في فترة ما وأدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وانحراف المشهد السياسي في البلاد في السنوات الأخيرة هذه المحاكمات ننتظر أن تصدر الأحكام مساء اليوم وهناك حالة ترقب ربما قد تكون الأحكام في مستوى الالتماس ب20 سنة أو 10 سنوات قد يقع التخفيف ولو نسبيا ولكن الجميع يتوقع بأن تكون الأحكام قاسية ربما لامتصاص بعض الغضب بالنسبة للشارع الجزائري ولتوجيه الناخبين إلى صناديق الاقتراع إيمانا منهم بأن هناك تحول ما وقع في البلاد وهناك قطع مع حالة الفسادة التي سادت البلاد في الفترة الماضية وبالتالي تصبح لديهم ثقة في العملية الانتخابية وفي المصار الانتخابي بالنسبة للفترة القادمة نتحدث عن مصار انتخابي يشارف على نهايته اليوم في الداخل في داخل الجزائر هو اليوم الختامي للحملة الانتخابية التي استمرت ثلاثة أسابيع حاليا نعيش اللحظات الأخيرة لحملة بدأت في البداية بصورة باهتة في فضائات مغلقة بعيدة عن الزخم والحضور الجماهيري ربما ارتفعت نسبيا في الأسبوع الأخير التحركات والاهتمام بالحملة لكن النقطة التحول هي المناظرة التلفزيونية التي تبعها تقريبا حوالي عشرين مليون جزائري في كل المحطات التلفزية هناك اهتمام بهذه المناظرة التي لم تفرز مرشحا أغلبيا لم تعطي صورة لمن سيكون ربما رئيس الجزائر القادم حاليا المرشحون الخمسة يدخلون تقريبا بحظوظ متساوية هذا الصباق وهناك محاولات ربما لصناعة صورة الرئيس القادم في مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للخارج الحملة يعني عملية التصويت أدركت اليوم يومها الثاني عملية التصويت في الخارج تتواصل خمسة أيام قبل اليوم الختامي للاقتراع ما سجل بالنسبة لمحاولات ربما التأثير أو العرق بالنسبة لمجريات عملية التصويت في الخارج هناك محاولات تأثير أمام مراكز التصويت في القنصريات بإثناء الرغبين في التصويت عن الإقبال على الصناديق وهناك سجلت محاولة واحدة لمحاولة اقتحام مقر اقتراع بالقوة لمنع الناخبين هي حالات تعتبر معزولة ولكن إجمالا العملية تسير سلسة وبكل انتظام في انتظار بقية الأيام بالداخل هناك بعض الأصوات التي تؤكد بأنها لن تذهب إلى التصويت وهناك أصوات ربما تؤكد بأنها ستقاطع هذه الانتخابات وهناك من يرى في الانتخابات ربما حل لتغيير المشهد السياسي والخروج من حالة الشغور المسجلة في الجزائر بعد رحيل نظام بوتفريقة ولكن بالنسبة للعديد من الملاحظين الأغلبية الصامتة أو ما يعرف بالذي يراقب المشهد دون أن يكون طرفا في الحوار أو في الدعوة إلى ذهاب إلى صناديق الاقتراع هذه الأغلبية ربما هي التي ستحصن بالنسبة ليوم الثاني عشر يوم الخميس القادم يوم الاقتراع المصيري بالنسبة للجزائر لانتخاب رئيس جديد للبلاد نقطة أخيرة أريد أن أؤكد عليها رئيس الأركان أحمد جايد صالح قال في تصريح اليوم بأن الشعب الجزائري سينتصر في نهاية المطاف بفضل التلاحم بين الشعب والجيش هو قال بأن الشعب الجزائري دائما ما يعرف البوصلة بما يخدم مصلحة البلاد العليا بذلك يؤكد بأن نجاح استحقاق الثاني عشر من ديسمبر سيكون حليف ونصر لكل الجزائريين نصر لمطالب الحراكة الذي طالب بالتغيير في الشوارع الجزائرية مؤسسة الجيش أكدت بأن مرشحة لها في هذه الانتخابات التي ستجري بكل حرية لأول مرة في تاريخ الجزائر يقع إعطاء صلاحيات تنظيم هذه الانتخابات إلى السلطة الوطنية للانتخابات التي حاليا وبحسب ما لاحظنا حتى من خلال استقبالنا وتيسير عملية الاعتماد الصحفي تجري عملها بكل حرفية ورئيس هذه الهيئة أكد في تصريح السابق بأن أصوات الناخبين أمانة ودعا رؤساء مكاتب الاقتراع إلى صون أصوات الناخبين لحماية هذا المصار الانتخابي وحماية نزاهة هذا المصار شكرا جزيلا لك عماد الشارع على هذه الإحاطة إن كان لناحية المحاكمات أو حتى الحملات الانتخابية أو حتى أيضا التصويت في الخارج وآخر التصريحات شكرا لك مفدنا إلى الجزائر قتل 43 شخصا على الأقل وأصيب عدد آخر من جراء حريق ضخم اندلع في مصنع في منطقة ناج ماندي في العاصمة الهندية نيودالهي الشرطة الهندية أوضحت أن أسباب الحريق غير واضحة حاليا وأنه تم إرسال نحو 30 وحدة من الإطفاء إلى الموقع وتمت السيطرة على الوضع من جانبها قلت نصحة الإطفاء إن وحداتها استطعت انقذر 22 من العمال الذين وجدوا أنفسهم مخاصرين في المصدع إلى تونس حيث سوق البلغجية يتميز بصنع نماذج مختلفة من النعال التقليدية وهو من أهم أسواق المدينة العتيقة سميح البغاني موسيقى 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 سوق الأحذية التقليدية أو سوق البلغجية يعتبر من أقدم أسواق المدينة العتيقة حيث تعود إلى العهد الحفصي موسيقى 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 تعتبر السوق البلغجية السوق الرئيسي التي تبيع البلغة حيث يتم صناعتها من الجلد الصناعي أو الجلد الطبيعي وتكون هذه الصناعة بشكل يدوي موسيقى 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 الاسيرة شهيدة سامي بودياك وار في ثر الأردن بعد رفض الاحتلال لتسليم جثماني لعائلته ودفنا في مسقط رأسه في جنين bene موسيقى 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 للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية إلى اللقاء